بالرغم من ارتباكه في اخذ صورة تاريخية الا ان ولي العهد الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز لم يدع الامر يسير دون ان يحقق رغبة احد الحضور لالتقاط صورة تجمعه مع الرجل الثاني في المملكة وتداول مغردون مقطع عفوي لصاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس ادارة صندوق الاستثمارات العامة وهو يطالب الحضور بعدم التدافع اثناء التقاط الصور التذكارية معه من خلال مبادرة مستقبل الاستثمار وتناقل ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي ان هذا التواضع غير مستغرب من ولي العهد اذ تكرر المشهد في مناسبات مختلفة ولم يخيب حماس الحاضرين يذكر ان فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار للعام 2018 انطلقت تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود وبرئاسة صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وتستمر الفعاليات حتى يوم الخميس الموافق الخامس والعشرين من اكتوبر الجاري في مدينة الرياض وبمشاركة عدد كبير من الخبراء والرياديين والاقتصاديين اشتركوا في القناة